اعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العصومي اعلن ان المركز العربي لمكافحة الارهاب والفكر المتطرف التابع للبرلمان العربي سيكون مركزا تنسيقيا لمبادرة نداء الصحل الافريقي والتي تبناها البرلمان العربي في شهر يوليو الماضي وتقوم هذه المبادرة على اساس تعاون برلماني مؤسسي بين البرلمان العربي وكل من الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان البحر الابيض المتوسط واللجنة البرلمانية الدولية لدول الساحل الخمس جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البرلمان العربي في الاجتماع التاسع للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الارهاب والفكر المتطرف التابع للاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد بمدريد وقال العسومي في كلمته خلال اجتماع ان مبادرة نداء الساحل تقوم على اساس تبني مقاربة برلمانية شاملة في مكافحة الارهاب شكرا شكرا شكرا